هنروح لخبرنا الأخير طبعا فيه خبر يمكن مخدش حقيته في الإعلام الأيام دي يعني تحديدا من 17 لحد 25 يونيو اللي احنا فيه بتقام بطولة الألعاب العالمية الإلمبياد الخاصة والحقيقة بيشارك من مصر 15 لعبة 15 رياضة مختلفة حاجة زي الإلمبياد بس حاجة مصغرة كده لأصحاب الهمم طبعا مصر بتشارك فيها والجميل أن مصر رفعت رصيدها لـ 14 مدليا في البطولة دي في إنجاز كبير الحقيقة يعني الإعلام يعني غفل شوية عن هذا الخبر والأبطال دول يعني الحقيقة دول بيبقوا يعني أبطال من نوع خاص خلينا نستعرض مع حضراتكم يعني الإنجازات والمدليات اللي حققيتها بعستنا ننجح لعبة منتخبنا الوطن للإلمبياد الخاص في زيادة عدد بدليات البعت المصرية المشاركة في الألعاب العالمية اللي بتتلعب دلوقتي في برلين في ألمانيا في الفترة 17 لـ 25 يونيو اللي احنا فيه مصر النهاردة حققت ست مدليات دفع واحدة وده عن طريق ذهبية للعب ألعاب القوة محمد البهواشي في سباق 200 متر عدو وضافت زميلته آية نصر برونزية نفس السباق وقدر أدهم البيا لفتحقي مدليا ذهبية في سباق 50 متر صدر ده في السباحة أما محاسن حسن لعبة منتخب رفع الأثقال فإذة نتحق تلات ميداليات لوحدها بواقعة 2 دهب واحدة فضة مصر بتشارك زي ما قلت لحضراتكم بـ 15 رياضة مختلفة ومتنوعة وبعثة مكونة من 109 فرد وعبارة عن 69 لعب ولعبة و37 مدربة ومدربة ورئيس للوفد ونائب ليه وطبيب للبعثة وطبعا فيه اهتمام كبير من الدولة بزود قدرات والمهارات الخاصة واللي دائما بتحده التحدي نفسه ويكونوا بمثابة ملهمين لنا كلنا الجميل المدليات النهاردة كان أغلبها دهب وفضة وده معناه أن انت هتقفز قفزة كبيرة في الترتيب العالمي طبعا دول أبطالنا أبطال مصر وأبطال العالم واللي منتظرين منهم في الدورة البرالنبية في باريس 2024 المزيد